اهي دي برضو تمام الرأفة لان الناس اللي كانوا سبب من الاسباب يعني اقامة هذه المحطة بيعملوها برضو بدون مراءة لحد لم يكن لحدش يعرفهم ايوة لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفهم طبعا طبعا وبعدين يا وستدى ناشوة اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخر رب العالمين سبحانه وتعالى انتقاهم وميزهم وخصهم من بين عباده انتم اصحاب القلوب الرؤوفة الرحيمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته الرؤوف الرحيمة طب يا ربنا سبحانه وتقول لك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حصن طب فين اللي تأثب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فين اللي رأف ورحم بغيره بفضل الله عز وجل وخد الصفاتين الجمال دول صفات الرأف والرحمة ورحم غيره بحاجة انا مقدرش هستغنى عنها طول اليوم بشكل لحظي ليه ايه المية انا دلوقتي خليني نصحيط الصبح بجري على المية اشرب الصبح كده واشرب وحتى الطب يقول لك ايه اشتاب شوية مية كتير جدا ايه واعمل كباية شاي وفتر واعمل وابتاع حتى اقول لك اشتابوا مية كتير الصبح علشان خاطر يزبط لك الدورة الدموية وابتاع طب انا عايز اوفر ايه بقى انقى كباية مية مش كباية مية نقية انقى كباية مية نعمل ايه فمؤسسة نبض الحياة خلت على عاتقها من خلال كشافين بيلفوا ويجوبوا القرى والاماكن الاولى بالرعاية والاكثر استحقاقا فنلاقي ايه واستاذ نشوة نلاقي اماكن فعلا مستحقا يتعمل فيها محطة معالجة وتنقية فبتنزل مؤسسة نبض الحياة على الفور وتعاين المكان وتشوف المكان هل يصلح فعلا ان المكان ده يتعمل فيه محطة معالجة وتنقية وتفيد من المحطة دي اكبر قدر ممكن من الناس ولا نغير المكان ده ونختار موقع استراتيجي تاني شوف المكان بقى شوف الدقة يوست نشوة في اختيار المكان نفسه وتلاقي اغلب محطات مؤسسة نبض الحياة تليها جنب مسجد زي المحطة اللي احنا شوفناها دلوقتي محطة عمر شهين في محافظة البحيرة ويا سلام يا يوست نشوة مؤسسة نبض الحياة لها في محافظة البحيرة اكتر من محطة وفرحة وسعادة وسرور تباكن كتير جدا كوم حمادة والبويت تلات محطات ما شاء الله البحيرة جميلة جدا الدلنجات ومركز كوم حمادة وفي ابيوقة وابسوم وفي مركز المحمودية وفي ابلي برضو بنا بقول لحضرتك ده انا بكلم على البحيرة يعني محطات جميلة جدا 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 وانا نفسي في ابلي نفسي الروح الصعيد بقى في الاماكن الاولى براءة واكثر استحقاقا طب احنا رحنا نفسي الروح تاني انا بحب الصعيد انا بحب هالينا في الصعيد بصي صعيدا طيبا مباركا فيها اماكن اولى براءة واكثر استحقاقا يمكن السيد المشاهد ما عندوش فكرة بيها ولا عندو علم بيها لكن مؤسسة نبض الحياة من خلال كشفينها اللي الادارة بتبعتهم للاماكن دي وعرفة اماكنهم بالضبط لا احنا عندنا داتة نبض الحياة عايز اقول لحضراتكم منين ما هتتصل وتقول ان عايز اعمل محطة هيعرضوا عليك ميت مكان يعني اماكن كتير جدا 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 محتاجة محطات مياه ومحتاجة وصلات محتاجة بناء مساجد محتاجة تسقيف واحنا داخلين اهو ده احنا خلاص الصيف يعني هيخلص برضو محتاجين يعني حاجات كتير جدا جدا لفصل الشتاء محتاجين اطعم محتاجين سطرة فتيات يعني محتاجين حاجات كتير جدا تصل انت بس وقول انا عايز اعرف الاماكن اعرضوا علي كده عدة من الاماكن مثلا في الصعيد في كل حاجة هتلاقي داتة موجودة لان فيه ادارة كاملة هدفها بس انها تستكشف الاماكن اللي محتاجة بجد الاماكن اللي مفيش حد بيغيتهم بجد الاماكن اللي يعني الناس اللي فيها كفاية انهم قدرين يكلوا ويشربوا فما يصحش نبقى عندنا قدرة ان احنا نساعد او نرقف بغيرنا ونمتنع ربنا غني لا وربنا غني عننا يا مولانا وانا باستنى كمان بسنة سيدنا اللي هي الرأفة والرحمة يا أستاذة نشوة اختيار المكان كمان واساسة نبض الحقيب تختاره بموقع استراتيجي اللي هما بروح يبضل مع عشانت يروح يشربوا من هناك انت عارفة في محطات بفرح بها جدا اللي يكون على الطريق وبفرحان بها قوي 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 اللي رايح واللي جاي بيشرب منها حتى في محطة عمري ما هنساها في قرية البلهاسي في مركز في بانسويف الشباب يوم افتتاح المحطة كانوا جايبين الجراكن وبيملوا منها ويروح يوزعوا على البيوت الفرحة والسعادة والسرعة حتى بنغرس في قلوب أبنائنا الشباب الرأفة انه ينشأ على كده ويبقى فرحان ومبسوط يلاقي ستة كبيرة في السن الحاجة خضرة انا بفكر الاسم الحاجة خضرة الحاجة خضرة جاية اللي هي بيحطوا حلق هنا كده عرفاهم اللي هما الجماعة الكبار في السن ده فجاءت تشيل فالشاب قال لها لا والله يا حاجة عايزة تودي فين قالت اليابني نبيتي في الحتة الفرانية رأى المكانة بتاعته مشكورا ورح شايل الجركن ورح رايح مودهولها انا بقيت فرحان فرحان هيا دي الرأفة هي دي الرأفة يعني من خلال عمل صالحهم واساسة نبض الحياة بتعمله محطات معالجة وتنقية فيه يعني بينتب من خلاله اعمال خير كتيرة جدا 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 بالله يا أستاذ النشوة حماية من مشاكل صحية ممكن تحصل لهم على المستوى القريب او المستوى البعيد بسبب طبيعة المكان زي ما حضرتك ذكرت مشكورة اماكن زي البويتي طب انا بعمل حماية ليهم بعمل وقاية ليهم وبعمل وقاية وحماية النفس كمان من ايه من كل شر بعمل وقاية وحماية ودرع احماية ليهم من مشاكل صحية ولي انا كمان من اي وصي ما ممكن تجيلي فربنا سبحانه وتعالى يصدها عني والله يا أستاذ النشوة بدعوة واحدة نحاية تتقلب اكسم بالله تتقلب من حسن الى احسن حتى لو اللي عامل فيه الخير ما يعرفكش بس ان ربك يعلم فاطمئن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم